وهنبدأها من رئاسة الجمهورية حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وأقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تضمن التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار على نحو يحقق مصالح البلدين الشقيقين والأمة العربية وأضاف راضي أنه تم كذلك بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات اتساقا مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية ممتدة ومتميزة